السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معانا فيديو جديد في لكسب العربي من بيت الخبرة نظافة الأنروكسات شيء مهم جدا وبنتكلم عنه باستمرار وبننصح الناس به هل ممكن نظافة الأنروكسات تسبب لك مشكلة؟ هل ممكن نظافة الأنروكسات يكون لها تأثير سلبي على الأنروكس؟ ده اللي حتشوفوه في فيديو النهاردة في لكسب العربي من بيت الخبر المشكلة مش في نظافة الأنروكسات المشكلة في العادات الخاطئة اللي انت بتستخدمها وانت بتنظف الأنروكسات وتعالوا نجيبها واحدة واحدة أول طريقة وأشهر طريقة لنظافة الأنروكسات هي استخدام الكيمويات وفرش التنظيف لكن أحيانا ممكن تحصل مشاكل وانت بتستخدم الكيمويات وفرش التنظيف ايه هي المشاكل دي؟ تعالوا نشوف أول حاجة لو استخدمت فرشة خاطئة يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل نوع أنروكس ليه فرشة معينة الفرش للستالي ستيل بنستخدمها مع الأنروكسات السراميك والفرش النحاس بنستخدمها مع الأنروكسات النيكالكروم ولو عكست فرشة مكان فرشة الفرش للستاليس حتبوز لك النيكالكروم بالعكس هتبقى عاملة زي الصنفرة اللي هتأثر على الوولز أو الجدران اللي موجودة ما بين الخلايا وتعمل تآكل لسطح السلندر أما لو عكست الموضوع واستخدمت فرش نحاس مع السلندر السراميك فصلابة النحاس هي أقل من صلابة السراميك الفرشة نفسها هي اللي هتتآكل ويطلع منها سليفر أو شزايا هتخش جوه خلايا استوانة الأنروكس وتسدها وتعمل لك مشكلة كبيرة جدا فحزاري حزاري تعكس الفرش الفرشة اللي ستيل زي ما قلنا لإيه؟ لاستوانة السراميك والفرشة النحاس باستوانة النيكل كروم النقطة بقى التانية استخدام الكيميكالز أو الكيمويات في عملية التنظيف ودي مشكلة شائكة وبتحصل منها كوارث في استوانة الأنروكس مش أي منظف تستخدمه في عملية النظافة مش أي كلينر والسلام تحطه على المطبعة وترشه عليها تستخدم الفرشة وتنظف الكلينر لازم يكون موصف أول نقطة وأهم نقطة فيه هي درجة البي اتش اللي يجب ألا تتعدى 11 هو بيكون في الشق القلوي لكن ما ينفعش يعدي 11 على البي اتش أعلى من 11 حيسبب لك مشاكل ويأثر على سطح الستوانة بالتالي تجنب استخدام درجة بي اتش غير مناسبة مع الكنينر بتاعك نخش بقى على تقنية تانية في عملية النظافة وهي استخدام ضغط الهواء مكينات ضغط الهواء مع منظف الباكينج سودا المكناة دي ممتازة جدا في عملية النظافة خاصة في أحبار الووتر بيز أو مع أحبار الووتر بيز لكن المكناة دي استخدامها لازم يكون مقنن ما ينفعش تستخدم المكناة شهريا في نظافة السلندر لازم تحط فترات بعيدة وانت بتنظف الانلكسرول يعني من شهرين لتلاتة أقل من كده الضغط العالي للهواء يسبب تآكل لجدران الخلايا انت بتستخدم ضغط بار معين لا يتعدى الخمسة بار برضو في الحالة دي ما ينفعش تصرف في استخدام مكينة تنظيف عن طريق ضغط الهواء خلي بالك كويس جدا نخش بقى على التقنية الثالثة وهي استخدام الألترا ساوند مكينات الألترا ساوند بالذات في مكين النار ويب أو المكين الصغير وأحيانا في مكين الأكواب بنفرح أول لما مصنع المكينة بيعرض علينا مكين التنظيف هدية مع المطبع ده شيء كويس جدا لكن استخدامك السيء للمكينة ده بيسبب مشاكل كتير جدا مكينة الألترا ساوند مكينة حساسة جدا بتعتمد على استخدام تردد عالي في توليد موجات بتعمل ما يسمى بالكافيتيشن داخل حوض الغسيل وده اللي بيكون لي تأثير في عملية النظافة استخدام تردد أعلى من اللازم أو استخدام المكينة الفترات طويلة ده بيسبب نتيجة كارسية وبرضو بيكسر جدران الخلايا خلي بالك كويس جدا وانت بتستخدم المكينة دي ما ينفعش تجيب أي مكينة أي نوع والسلام دي نصايح مهمة جدا وانت بتعمل تقنيات الغسيل الغسيل مهم جدا 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 لكن الاهم من كده ان انت تستخدم الطريقة الصحيحة والاجراءات المزبوطة علشان ما تخسرش استوانت الأينالوكس اللي انت اصلا مستخدم تقنية الغسيل علشان تحافظ عليها كنا معاكم فيديو مهم جدا من فليكس بالعربي بيت الخبرة محمد كشك استنونا فيديوهات تانية كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته